شغلة الحرك الشعب السلمي بقيت متقدة طيلة شهر رمضان ومنعها إصرار الجزائريين على تحقيق مطالبهم من التراجع لغاية رحيل جميع رموز النظام الحالي الذي كان يأمل أن يضع هذا الشهر حتى للمظاهرة الحاشدة جمعة جديدة تنتظر الجزائريين ميزتها أنها آخر جمعة في رمضان وتأتي على وقع متغيرات وأحداث مهمة قد تكون الفيصل الذي ينير ما بعدها جمعة أخرى يستعد فيها الجزائريون لإعادة تنظيم الصفوف وترتيب الأولويات في الحراك بعد رسالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد جايد صالح التي دعا فيها إلى فتح حوار جدي وبناء لحل الأزمة التي تعيشها البلاد وتقديم تنازلات متبدلة من أجل الوطن مرحلة جديدة من الحراك تنتظر الجزائريين الذين فوضوا في جمعتهم الرابعة عشر وزير الخارجي السابق أحمد طالب الإبراهيمي لقيادة المرحلة الانتقالية رفضين ما وصفه بالتعنت في عدم الاستجابة للمطالب التي رفعها الشعب خلال الأسباع الماضية والرمية إلى تنحية جميع فول للنظام الجزائريون على بعد ساعات من جمعتهم الخمسة عشر جمعة كان يتوقع أن تخمد حدتها في رمضان لكن الشعب فاجأ العالم بإصراره واستمر على ذات النفس المطالب ببناء جمهورية ثانية